موسيقى موسيقى أرحب بكم أعزائي المشاهدين وحلقة جديدة من برنامج سكورشيت اليوم سيكون ضيفنا كابتن مشاري جاسم لاعب المنتخب الوطني ونادي القاتسية الرياضي السابق كابتن مشاري مساكل الله بالخير أبو يوسف معنا في برنامج سكورشيت واليوم أنت راح تكون مدرب التشكيل الأمثل للدوري السعودي الله يزاك خير وشاكر لك على التقديم الطيب وتشرف بالظهر معك أبو يوسف لما نتكلم اليوم عن الدوري السعودي الخيارات فيها أصبحت توازي الدوريات العالمية هذه القفزة التي اليوم أحدثتها كرة القدم السعودية يعطتنا كلنا أمل بأن اليوم يشتغل ممكن أن يوصل إلى مرحلة متقدمة جدا صحيح وشوف كانت الخطة المعلن عنها ولو حتى بشكل تسريبات إعلامية سعودية كان الخطة أن خلال عشر سنوات أو خمس سنوات كان الطموح أن يكون من التوب تين كدوريات عالمية خلال الله مبارك سنة صحيح حاليا ترى في ناس وايد صنفوا بالتوب تين نعم وأنا أقول لك أزيد أكثر وهو بالتوب سكس حاليا دول السعودي والغادم أفضل غادم أفضل بإذن الله بإذن الله نبي الرسم التكتيكي في أبتن المشاري الرسم التكتيكي بإذن الله طبعا عشان أوضح هو ما راح نهر تشكيله نعب في أمبارات بس هو بالنهاية عشان كثافة النجوم بخط الوسط نعم فأنا مضطر حط ثلاثة خمسة أثنين ثلاثة خمسة أثنين والبداية راح تكون من حراسة المرمى نعم والخيارات المتاحة في هذا المركز خصوصا وأن دوري السعودي اليوم ما شاء الله هذه الأسماء البرازيلي فيكتور حارس مرمى الاتفاق مندي السنغالي حارس مرمى نادي الأهلي قروهي حارس الاتحاد بونو الحارس والنجم المغربي حارس نادي الهلال السعودي محمد العويس أيضا من نادي الهلال ونواف العقيدة حارس مرمى نادي النصر شوف أنا نحن الآن بداية موسم السعودي بونو تو انتقال جديد صعب المغياس لكي نقارنها ونقيسها على حسب السيفي ما لهم وجهة نظرنا اللي نشوفها بالمواسم السابقة أنا أشوف وراح أشيل العاطفة بغض النظر أن الأغلب يعني لكل نجوم الأمانة بس راح أروح مع مندي مندي سنغالي حارس مرمى النادي الأهلي إذن مندي راح يكون في حراسة المرمى مركز قلب الدفاع كابتن مشاري والخيارات المتاحة نتكلم عن علي البليهي العامري لابورتي نتكلم عن تنبكتي أيضا كوليبالي وإبانيز نزيمس عشان تفيدني هذه الستة الحين راح أقدر أستخدمهم بالقلوب الدفاع المساكني من الشمال ولا ما راح تتكرر الأسامي ما راح تتكرر الأسامي إذا بتختار الحين أكثر من اسم الآن بننتغل للأظهرة شوف راح أختار لابورتي بالنص قلب دفاع سوري لابورتي يكون على الشمال كوليبالي نعم و لبليهي علي لبليهي ولابورتي و كوليبالي طبعا الأطراف راح يكون علي لبليهي و لابورتي لابورتي و بالنص كوليبالي طبعا أسماء مميزة يعني بلوسف يمكن لو قبل موسمين نتكلم أن هذه الخيارات متاحة في الدولة السعودي ما أعتقد أنه في أحد صحيح يتخيل يعتقد أنه سوني مثلا صحيح لكن سبحان الله هذا يثبت لك أن الناس اللي تعمل التطور سيكون سريع إذن هذه راح تكون التشكيلة وبدايتها من خط الدفاع إذا نعرض لك الأظهرة ممكن تغير رأيك بلوسف والله مبدأي أنا أشوف الجودة نشوف هوساوي المجرشي العليان سلطان الغنام محمد البريك وسعود عبد الحميد هذه في مركز الظهير الأيسر بالنسبة للتشكيلة ولكن واضح بلوسف الرياكشن أنه لا أنا اخترت نعم فيهم كلهم نجوم كبار الأمانة بس أنا قناعتي بالثلاثة بس ترى ما يضره بالنهاية وكل يبالي بالنص والبلاه يمين ولا بورت شمال صحيح بس هو الخط الثلاثة هو الصحيح هذا الخط والأمانة حتى الجماعة نجوم كبار وهذه الخيارات في الجهة اليمين الكونن مسعود والسبياني أليكس تيلس وياسر الشهراني والخطيب لعب نادي الاتفاق والله أنت قصيت وفيني الحبل أنا كنت ناوي على تيلس من الخمسة اللي بالنص جهة الشمال إذا فيها مجال وإذا ما فيها مجال نشوف خط الوسط طبعا طبيعي فل نجوم صحيح خط الوسط ونبدأ مع المحور الدفاعي أو لاعب الارتكاز اللي أنا شوف لاعب مظلوم زيما يكون هو قلب الفريق والله الأسماء طلعت هونت عن وجهة نظري بأنه مظلوم وأنه نجوم نتكلم عن بانيقة روبين نيفيز كيسي تانتي بروزوفيتش محمد كنو فوفانا وفابنهو مش كان بانيقة أحبت نعم بانيقة أحبت بس راح نروح مع أول واحد نحن نشيل العاطف نغيم مستوى كيسي كيسي ذاعب نادي الأهلي السعودي حاليا وقلنا اثنين نعم ويمة فوفانا فوفانا يعني أنا أستغرب تخيل الخيالات المتاحة لعيدة رجاء بويوسف أنه كانت وروبون نيفيز ملاقين مكان ملاقين مكان تخيل كم النجومية نعم كيسي وفوفانا في المحاور الدفاعية بويوسف تعتقد أنه اليوم كجماهير كوثية أيضا محظوظين بأن هذه المباريات نروح ونحضر مثل هذه المباريات وأنا ما أخفي عليك الأمانة أنا أتكامع النفسي أنا أخطط بإذن الله يعني مثلا عطلة شتوية ممكن أخذ العيال مبارات معينة صفتي أشجع النصر نعم ممكن أروح وطالع مبارات الأمانة هذا حلم حق عيالنا الجيل الصغار و 12-13 سنة وإذا هم يشوفون اللي كانوا يلعبون بالسوني فيهم أو أنه يشوفونهم بالبينسبورد وإذا هم يشوفونهم لايب يعني نعم أبو لوسف أتمنى تختار الخصم يكون الهلال عشان أخرب وناسيتكم بس لأن أتوقع الهلال راح يكون فائز تبت شخصنا شوفوا الخيارات الهجومية أيضا اللي هو خط الوسط في الأدوار الهجومية نتكلم عن بوديبوز رومارينهو أوتافيو كورنادو ميلينكوفيتش ومالكوم اللاعب نادي الهلال أختار طبعا سابتش يكون من ضمنهم وأختار أشوف أوتافيو أوتافيو اللي هو أعتقد من بورت وحالي من النصر هذا من مواهب وأختار رومارينهو رومارينهو وأتافيو وسابتش وسابتش ميلينكوفيتش ميلينكوفيتش ما عطت نفسك فرصة لأن في الأجنحة الخيارات لا زالت خالص خالص إذن أوتافيو وميلينكوفيتش ورومارينهو نعم رومارينهو أيضا خالص يا رومارينهو الخامس من خاف أنه بيعطونك فرصة لتشوف الأجنحة صدقني شوف الأجنحة صدقني نعم سالم الدوسري تاليسكا ميشيل نيمار غريب رياض محرز وساد يومني انزين شوف الأسامي أنا طبعا محرز مستحيل أضاحفي من اللاعبين اللي يمتعني محرز رح يكون خامس بالنص شكرا حق الجماعة بكنت محرز رح يكون خامس بالنص مكان رومارينو مع احترام رومارينو من نجم كبير محرز سيكون خامس بالنص احترام الموجودين كلهم نجوم كبار صحيح شتختار رياض محرز أيضا سيكون خامس اللاعب يخط النص الخيارات الهجومية كابتن مشاري ونشوف الخيارات المطروحة كريم بنزيمة ميد تروفيتش رونالدو دنبلي حمد الله وفرمينيو تشكيلة نجوم معالم محسومة بالنسبة رونالدو و بنزيمة هذا هجوم ريال مدريد في فترة من الفترة نوع نوع إذن كريستيانو رونالدو و كريم بنزيمة مع تميز لحمد الله على الرغم نجوم فرمينيو حمد الله دنبلي صحيح متروفيتش لاعب الهلال صجنا تخصص بوكس لكن يعني مو سهل بالثمانة عشر يوسف إذا سألتك على اللاعب تحس أنك ظلمت أنك مخترت لأ ظلم إن شاء الله لا يستحقون يصير 22 و لا يكفي وايد نجوم الأمانة الله يهنيهم دوري السعودي شيء أبو الوصف تخر فيه لاعب واحد في هذه التشكيلة محلي تعدينا هذه المرحلة أبو الوصف أن كثرة المحترفين لماذا عندنا عدد كبير من المحترفين ويمكن الدوري السعودي بسبع محترفين أنت أهلي لك أسرع على مقدم مستوى أنا أصدمك أنا للأمانة من الناس التي طالب تقليل عدد المحترفين تقليل عدد المحترفين إذا فيه مجال أشرح باختصار نعم أول شيء الكثافة السكانية تختلف عننا نحن والسعودية نعم الأندية إذا لم أغلطان أنا سويت سيرتش مرة السعودية عددهم تقريبا فوق 150 نادي صحيح عندهم ما عندهم مشكلة باللاعب الوطني نحن عندنا 15 نادي صح يعني فرق أنا أذكر مرة الاختيار بالفترة الأخيرة كان ترى مقتصر على شيء وستين لاعب متخيل؟ متخيل؟ أما هناك بالسعودية عندهم كم هائل فما عندهم مشكلة يزيد محترفين أما إحنا لأن الكثافة أقل وعدد لندية أقل والاختيارات باللاعب الوطني أقل فنحتاج التقليل لمحترفين أو زيادة تحدد ليش؟ لأننا نحن شفنا مستوى منتخب وطني والمصر صح كل ما زد محترفين سنزيد سوء لأن اللاعب الوطني ستقل بفرصته خصوصا المهاجمين صح نحن وين وين نطرنا سنين على ما يطلع لنا لاعب نفس شبيب نعم الله يحفظه وهذا ترى كل من تأثيرات المحترف المهاجم يكون في هذا المركز فأنا ترى مخالف بالموضوع أنا أتمنى تقليل لأن تانت مقنعة وجهة النظر الله يدفع شكرا لكم يوسف وجهة نظر مقنعة وتشكيلة مقنعة أيضا شكرا لكم يوسف استمتعت في اختيار هذه التشكيلة معكم من خلال حلقة اليوم حبيبي شكرا الشكر موصول لكم أيضا أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة أترككم برعاية الله أعلم اللقاء فيكم إن شاء الله في الحلقة القادمة من برنامج سكورشيت اشتركوا في القناة